السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط بهذا الفيديو راح نحل صفحة 62 وصفحة 63 من تمارين الوحدة الرابعة هنانا أول تمارين طبعا مهم كلش لازم ذني كلهن تحفظوهن شنهن ذني؟ ذني صفات ومعاكساتهن انت لازم تعرفن يعني راح تحتاجن بالمقارنة بالاملاء بهوائي مواضيع راح تحتاجن فهنانا بهاي القائمة جايب لك صفات وصفات معاكسة الهن انت لازم ترتبهن تجيب الصفة وتجيب شنهن اللي يعاكسه تمام؟ مثلا هو قايل لك سريع بطيء جميل قبيح مجتهد كسول لامع مظلم خطير سعيد ساد حزين رائع مريع مريع هادئ مزعج غالي رخيص كبير صغير تمام؟ تمام؟ تمرين الثاني هنا ترتيب الجمل الاستفهامية ترتيب الجمل الاستفهامية يكون الشيء رحمالتها في فيديو واحد حاليا نقرأ ونترجم بس جملة الاولى تصير بهاي الطريقة ما هو لون شعره نقطة بي where does he live أين هو يسكن؟ نقطة C what does he wear ما الذي يرتديه نقطة D هل هو يستطيع أن يلعب كرة القدم بشكل جيد؟ نقطة الأخيرة is he good art, maths and science هل هو جيد في الرياضيات والعلوم؟ نجي الصفحة البعدها هنا نطالب من عندنا نخلي الشكل الصحيح من هذني يأما نقول to go يأما نستخدم go أو نستخدم going بإضافة ال-ing هاي عندي هنا شنو to وجايب لي وراها فعل مضارع خالي من أي أضافة مصدر هنانا جايب لي بس فعل مضارع خالي من أي أضافة جايب لي مصدر go يذهب بتعرفون معناها أو قايل لي استخدم go بإضافة ال-ing خلي أشوف أنا شنو عندي وشنو اللي أستخدمه شوف ما طول عندك I'd love من الشوف I'd love أو من الشوف I'd like معناها لازم تجيك وراها مباشرة to وورا to تجيب فعل مضارع خالي من أي أضافة تمام هسا معنا الجملة حاليا مو مهم أنت المهمة هنا جاوبت من تشوف I'd rather I'd rather هاي ركز لي بيها هاي يجيك وراها مصدر مباشرة بدون to قبل تجيب فعل مضارع تمام بس هاي من تشوفها تجيب وراها فعل بإضافة ing غصبا عليه أوكي ومن تشوف let's هاي let's هاي يجيك وراها مصدر حالها حال هاي تمام قبل يجيك وراها فعل مضارع أوكي هذا التمرين أيضا مهم جدا جايب لك الأفعال المضارعة جايب لك المصادر ورايد من عندك تكتب الماضي ما لتهن want يريد wanted wanted أرادة ما طول بدي أنا بالأفعال أكو هاي طلاب من عندكم ما يعرفون بأن الفعل هو استخدمه ويالمؤنث ويالمذكر ويالجمع ويالمثنى ويالمفرد هو نفسه يعني مثلا إذا أقول I want أنا أريد علي and أحمد want علي وأحمد يريدان تمام فالفعل يتغير معناه حسب الفعل يصير أريد يريدون تريد تمام فهذا الفعل هذا الماضي ما لته say يصير said يقول قال laugh يضحك laughed ضحك send يرسل sent أرسل fly يطير flew طار get يحصل got حصل is يكون was كان arrive يصل arrived وصل land يهبط landed هبط lose يخسر lost خسر set يجهز set تبقى مثل ما هي بالماضي تمام جهز put يضع تبقى مثل ما هي بالماضي put وضع نجل التمرين الأخير بهذه الصفحة هذا التمرين أيضا مهم احتمال تجيك من عدة نقطة نقطين بنفس الترتيب يجيب لك الكلمات فوق ويجيب لك جمل وبيهن فراغات ويشوفك شون اللي تستخدمه صح خنت ترجمهن anyone أي أحد called يدعى ending النهاية frightened مرعوب وخائف had سمع hurrah رعب house منزل lights أنوار أو أضواء هاي منو تشوفها هيش تقراها يأما live يأما live live اللي هو الفعل معناها يعيش live معناها مباشر أو حي ما سامعي يقول له يالله نصعد اليوم live على تكتوك فهسا تجينا حاليا تجينا بالفعل live نقراها live مو live recently مؤخرا stopped توقف strange 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 غريب who هاي من تجينا أداة سؤال يكون معناها من وذا أجتنا بعض الكلام يكون معناها الذي أوكي I read a story أنا قرأت قصة شوفها ليش قلت read ما قلت read أنا نعرفها read مو صحيح بالماضي تكون قراءتها بهاي الطريقة read وبالمضارع تكون قراءتها read بس الكتابة تبقى مثل ما هي أوكي أنا قرأت قصة recently مؤخرا it was cold كانت تدعى the terrible forest الغابة المريعة it was a horror كانت رعب story قصة رعب I sometimes أنا بعض الأحيان like horror stories تعجبني قصص الرعب but this one was strange ولكن هذه كانت غريبة it was about a man هي كانت حول رجل who الذي lived عاشة near a forest بالقرب من غابة people and us heard سمعوا terrible sounds أصوات مريعة every night in the forest كل ليلة في الغابة and saw lights ورأوا أنوار but the police couldn't find anyone ولكن الشرطة لم يستطيعوا إيجاد أي أحد in the end في النهاية the man left his house الرجل غادر بيته and the sounds and lights stopped والأصوات والأضواء توقفت another man came to live رجل آخر أتى ليعيش in the house في المنزل I was frightened أنا كنت مرعوب by the story من قبل القصة and I didn't understand the ending و لم أفهم النهاية تمام أتمنى تكونوا استفادئتوا من هذا الفيديو thank you goodbye see you